مرحبا حضراتكم حلقة جديدة من ماما شادو معظم الامهات بتشتكي ان اولادها مش بيسمعوا الكلام وعندهم عند جديد و بيرفضوا كل الاوامر مفيش اللي كلمة لا هي اللي على لسانهم هل هما بيرفضوا عشان الربط ذات نفسه ولا هما بيرفضوا لان عايدين يتناقشوا مع الام مثلا في اي طلب هما بيطلبوه او اي اردر هي بتقولهم عليه مش بينافزوه يعني مثلا اختل سنانك عليها مشكلة والولد مش ممكن يختل سنانه الا بعد عذاب وتعب لدرجة ان الام ممكن تعاقب ابنها علشان يسمع الكلام هل العندي ده بيكون وراسي ولا هل العندي ده سلوك مكتسب ده اللي النهاردة هنعرفه ان شاء الله من الاستاذ الدكتور محمد خليفة اسماعيل خبير تربية التفورة المبكرة برحبا حضرتك الدكتور اهلا سهلا حضرتك وعلا سهلا مشاهدي دكتور هو العندي عند الاطفال منتشر جدا الايام دي هل بيبقى عشان هو حاجة وراسية ولا علشان هو سلوك مكتسب طبعا العناد اصلا انه بيكون له عناد فطري وراسي وعناد مكتسب في نفس الوقت يعني بنيجي مثلا على الجماعة بتوع الاسترولوجي اللي هو علم التنجيم او الابراج بتكلم ان في بعض ابراج عنيدة جدا يعني طبعا شخصيته كده زي بطور مثلا من العقرب والجادي وهكذا او الحمل لكن في بعض بقى نتكلم على الجنات الوراسية اللي بعد اقول لك ان دي صفات من سمات الايه وراسية فبالتالي بيكون الطفل مولود بيها اصلا فنوع نوع ان هو اسم فطري او وراسي النوع التاني من النوع العناد او اشكال العناد هو اسمه عناد مؤقت ودي يكون في مرحلة سن سنتين لغاية 4 سنوات الطفل بيكون قبل كده متمركز حول الذات هنا عايز يبني شخصيته وعايز يزبط ذاته حتى بنسميه تودلر دوت انه هو حتى بنضرب المعلمات فيه اشكالية عند هذا الطفل بيحابه ليزبط ذاته كل حاجة اقول لك دي بتاعتي وعايز يسيطر على كل حاجة فهو عايز يزهر شخصيته هنا وبالتالي احنا لازم ندينه مجال ان يزبط شخصيته فالخبراء بيقولوا ان هذا الطفل بنسميه عنيد لكنه بنسميه strong wild child يعني طفل قوي الارادة احنا دلوقتي لما نعنف الطفل هنا بنقتل الارادة وبنقتل عزيمة عنده هذا الطفل وده امر مهم جدا اذا احنا تحكمنا في ادارة سلوك الطفل في هذه المرحلة وهو صغير بعد كده في المراهقة بتحكم في سلوك ودقت الزاد ما بينقادش وراء الأصدقاء السوق لكن بيكونوا عارف انه عنده شخصية وعنده شخصيته قوي الميز بين السواب والخطأ اما احنا لو قسرنا هذه العزيمة فبالتالي انه هو اولا هيسمع كلام اي حد ينقاد وراه وفي نفس الوقت هيكون شخصيته من غير النوع الثالث من انواع العناد يكون مصاحب للاطفال زي احتياجات الخاصة زي حضرتك اللي هو شتت الدباع وفارت الحركة اطفال التلاحض طفل ما بسمعش او طفل كثيف فبنتيجة لعجز او شعوره انه هو عاجز فبالتالي انه يعناد ايضا لو طفل تعرض لصدمة نفسية ممكن انه يقلل انه ايه العناد فده انواع من انواع العناد لكن فيه قطة مهمة جدا انه هو الوبسيشنال ديفيانت شايلد ده اللي هو اسمه الطفل المعارض المتحدد البعض بيعتقد انه طفل عنيد او بيشخص المرض مش عارف له تشخيص الطفل ده ما اسمعش الكلام مطلقا بيكسر الدنيا كلها بيخربها وده بيحتاج تشخيص قوي وضقيق ده بالنسبة لي السؤال الحضرتك السؤال اللي هو هل العناد فطري ام مكتسب هو احيان يكون فطري مكتسب بطبيعة الحق وده شيء كويس في الشخصية ان احنا لو استغلناها بعد كده هكون هو قائد في نفس الوقت انه ده بنقول عليه قائد هو نفسه قائد عند الكبير نفس الشخصية لكن احنا نسميه عنيد مثلا القائد بيعمل ايه قائد هو عنده متسمسك برأيه بيتخذ قرار بيسابر على قراره بان هو بيحاول انه يستغل الوقت بيعاند بيرجعش في كلامه فهذه صفات القيادة فبالتالي هو القائد كده لكن هو اللي احنا نسميه عنيد فانحنا لو استغلينا هذه الصفات بطريقة ايجابية مع الطفل بالتالي يكون قائد في المستقبل وانما عنده القيادة ايه سبب اللي عندي هتقدر خليه الاطفال اللي عندهم عندي بشدة دبقل هي اسباب لو ما كانش في شخصيته اذا كانش الطفل في شخصيته طبيعة انه هو اصلا عنيد ولا شيء ايجابي لكن هيكون نتيجة لتربياتنا والنتيجة لسلوكياتنا مع الطفل اول حاجة اللي هو التسلط والعنف مع الطفل او نفس الوقت التدليل الزيادة يعني دايما اشتمه دايما اضربه او في نفس الوقت بدلعه يعمل كل حاجة بنفسه ويعمل اي شيء هو عايزه ما بعلقش على سلوكه التاني شيء اللي هو الخلافات الزوجية باعن بين ام والاب الطفل طول النهار شايف فيه صراعات شايف فيه خلافات الطرفين متشحنين فالطفل بالتالي بيلجأ انه يعند وايضا يؤدي الى صعوبات تعلم وانحرفات سلوكية الشيء التاني تدارب في المعاملة يعني الاب يكون حنين والام شديدة او العقص صحيح تقرى يحب الطرف اللي هو اللي حنين معاه وفتكر انه هو اللي بيحبه ويكره الطرف التاني ثم بعد كده تقادي الى العناد وانحرفات سلوكية في المراهقة مخدرات ومئذل بسبب التدارب في هذه المعاملة الامر التاني انك انت بتختار وقت وممكن الطفل فيه بيلعب وانتي تطول منه طلبه هو من شغل فيه وبالتالي لازل قبلها بالمهد له انه ازاي انه هو فيه حاجة هقوله لك دلوقتي لو تحاول ان انت هتعانيدي مع الطفل اولا انت هتخسر المعرقة وبالتالي هو هيكون برضو هينفذ كلامه وبيقدي الى برد زي ما احنا قلنا القسر السلوك يعني نسميه الطفل قول ارادة يعني ان ده ودي ميزة لو كان هو عندنا طفل عميد لكن كل الاشياء دي السلبية او ايضا اللي هو التأليد انت بتضي الطفل اوامر على طول لازم تنفذها ليه ماما او ليه بابا مفيش حوار هو بيكري بقاليدك اه هينفذ مفيش حوار الطفل بيشوف ابو امه بعنده اصب بعض برضو هيكون نفس الشي هيعلن الشيء التاني التابعية زيادة عدم تحمل مسؤولية الطفل واجد ابوه او مامته او الخدامة مثلا بتعمله كل حاجه في البيض وهو مش لتحمل اي مسؤولية فبالتالي هيقدي ايضا الى العناد كل دي اسباب عناد مش ايجابية لانها مش في شخصيته انما هي ناتجة لسلوكيات خاطئة في التربية اما لو كانت في شخصيته فده شيء كويس اذا افتخر ادي الطفل خيار والحرية والاحترام وبالتالي هو هيكون قائد بعد كده في المستقبل اما لو انا اكبرته طبعا هدمره تماما وانه هنعكس عليها الطريقة والسلوكية في المراحقة زي ما احنا قلنا نكون هو طفل ضعيف لكن في المراحقة هيجي يتنمر عنينا ويعمل مشكلات سلوكية بعد ذلك فده كلها من الاسباب الشديدة جدا اللي بتأدي الى الطفل يكون عناد نتيجة لايه؟ لايه تربية خاطئة اما اذا كان في الطبيعة تبقى حاجة كويسة جدا تقصد مشكلة العناد موجودة في كل اسرة تحب تقول ايه لأي اسرة بتقرقها مشكلة العناد؟ يعني كعلاجه اما نحنا لا نحب تقولهم ايه اعملوا ايه؟ طبعا بالنسبة فيه شيء مهم جدا بالاسباب العناد نستطيع قولها برضو عدم تلبيه تحتاجات الطفل عندها قدراتها اللغوية ضعيفة فمكون يعند عشان يعبر بالكلام بقول لأولئة امور انزا كان الطفل هو نفسه عنيد طبعا في اثنين الاربعة ما تقوليش طفل عنيد اثنين ونص لغاية تلاتة ونص بعد اطفال فرج بقش ده عنيد ده فترة مؤقتة لازم انا استغلها علشان ارابي فيه قيادة هتديله خيارات معينة انا راح اجيب بمطلون مثلا انت فرض رأيك ليه تشتري بمطلون هو عايز يلبس الجذب نفسه لكن لو فيه سلوكيات هتضره زي مثلا يربط حزام السيارة او شيء انه هو هيماوت او شيء حرام لازم هنا اتدخل يعني يدينه مساحة انه هو يقول رأيك مساحة من الحرية والاختار ده من نوع تريكس الخدعة انه دايما انه هو حسسه انه هو اختار هو مثلا مش بيحب الفاكهة ما تقوليش كل الفاكهة دي زي بتقوله مثلا تحب تاكل موز ولا تفاح هو يحس انه هو كده بيختار اما اذا انت قلت له كلها الموز رغم انه هو بيحب الموز فديش نام دلوقتي سهران طول الليل ومش عايز هنا وهو كده لانه طفلة عنين لكن لو طوله بقتها قدامنا معادنا كذا وتنبيه قبلها فيه قواعد اذا حقينا مع الطفل منذ البداية قواعد سلوكية اذا اخترقت القاعدة فيها عقاب كذا نسميها عقاب البعض يسميها تأديب هي فعلا عقاب لانك انت زي مخالفة المرور فيه قانون اختلفتها وقصرت الاشارة تخالف العقوبة كذا فنفس الشيء نضع قواعد مع الطفل اذا اخترقها بتأدي اليكها تديره مساحة من حرية اختيار الحب شعور بالحب والحنان منذ الرضاعة الطفل يقولك سيبه يبكي عشان يطلع راجل ما تسألش فيه هوا هيفتكر ان ده اسطوب الحياة انه كل مرة ما يعند انت ايه هتنفذي له امره لكن الشعور بالحب انه هو بيحبك عشان انت بتحبيه هيستجيل فيه المعامل لكن هنعند ونضرب بعاد يتضرب اضربوني كل يوم مفيش مشكلة بقى فدي نقطة مهمة تدخل مشكلة انك انت بتقولش من فضلك لازم اقوله من فضلك احترمه ليم احش احترمه عشان يحترم لازم احس ان انا بحترمه فان هنا الشعور اللي هو له تقدير اسمع له نكلم رأيك ايه في اللي احنا نعمل نطبقي النهاردة تب شاركنا نحس انه له ايه ما فبالتالي هنتجنب مسألة العناد ده ده من اهم الاشياء اللي احنا بنقولها للامهات مع التفل عنيد نقولوش دائما قدام الناس انت خايب انت بتاند ليه خاصة قدام اصحابه قدام اصدقائه فبعض الاحيان قدام الناس الغريبة فهو لازم هيعند مسأله السؤال هل تقدر تعمل كذا هقولك لا نختار الوقت المناسب اللي انا هيعرف الجو فيه على طالبي ولا لا مش دائما لازم ان يسمع كلامي يعني كل الناس يقولك كيف تجعل طفلك يسمع كلام ما لو تسمع كلام يسمع كلام اي حد تاني في الشارع متحرج به او انحرف معاه في اي انحرفات لازم ان هو كله شخصية قوية يميز بين السواب والخطأ دي مهم جدا في المرحلة دي فانا لازم اعوده الصح ان هو الحرية دايما في الاختيار مع الحزم اكون حازم معاه يعني اذا اختاركت القاعدة نخفزك تتجي مابا خلاص بقى يا بوب النهاردة الولد معلش عشان خاطر لا خلاص القاعدة بازلت بعد كده مش هاسق فينا كل طرف مش هاسق فينا بعد كده في بعد كده اضحك ما اقول له الله معلش اذا انا كنت عصب عليك النهاردة فبالتاني مش عارف انت عصب عليك وما المرة تتعاقبني ومرة تتحكلي التساهل للزيادة برضو بيقدي الى العناد وزيادة العناد لازم التزم معاه بقواعد ونفذها بحذافيرها باستمراض ومختارك القاعدة هو المتحمل مسئولية ايه اختراك هذه القاعدة دكتور حضرتك قلت ان الاطفال زي القدرات الخاصة عندهم جزء من العناد بس دايما الطفل اللي عنده ADHD بيكون اقصر عنادا ليه؟ طبعا حضرتك وكمان بعنف يعني مش بيعاند بس لو ممكن يكسر ويعمل عشان ياخد اللي هو عايزه ان كلمة لقى عنده دي هي ابصف كلمة ممكن يتعامل بها اولا الكلمة لقى هي اكتساب برضو من ضمن الشيء زي ما احنا قلنا التأليد الطفل لو هو طبيعي وانتوا بتقولوا لقى بيكتسب من ان الكلمة لقى دي ودون مبرر لو هو طبيعي هيقولك لقى هيرفض بعد كده فلازم ان احنا مع الطفل اللي قلنا الفرط الانتباه وتشاطه الحركة او سور العجل صحيح تشاطه انتباه فرط الحركة انه دولة حاسس بالعجل والنقص الدومامين ومشكلات التركيزة عند الاطفال بتقدي ان هو لازم يعند عشان يزبط زاده دي المشكلة عنده حاجات في الدماغ زاد حاجات سلوكية مش الطفل اللي عند شاطه الانتباه فقط بل اطفال كلهم اللي عندهم اعاقات بيحس بالعجل فبالتالي يعند عايز يزبط شخصيته امام الاخرين ويعاود هذا العجل او اللي يتعرض لصدمة نفسية مثلا يعني مش اساسي ان يكون اتشاطه انتبابا بس لازم نميز هل هو مريض باللي هو الاطراب الطفل المعارض المتحدي ام لا وده اطراب شديد جدا واللي اتجربنا كل كلام الدكاترة وما فيش فايدة تاني نرجع لازم تكامل سلوكي مع تكامل طبي في هذه المرحلة دكتور سريعا ايه هي النصيحة اللي تقدر تنصحها للام اللي عندها طفل عنده عناد؟ سريعا سريعا جدا هو الخيار طفل احترام وجده خيارات افضل طريقة للتعامل يعني افضل طريقة هو الاحترام وضع قواعد سلوكية منذ الصغر يلتزم عليها قانون في البيت والمنزل اذا حدث كذا سيكون العقاب كذا العقاب هو مش الضرب العقاب الحرمان من كذا طبعا كل الطفل بيختلف عن التاني ايه افضل شيء وبيحبه واننا احرمه منه ده شيء اللي هو قواعد والاحترام والحب شعور بالاحترام دايما والحب والتقدير هيقدي انه هو مش هيعند بعد ذلك حفظة في مرحلة مراحبة دكتور في نهاية الفقرة بشكر حضرتك واستمتعنا جدا باللقاء مع حضرتك اهلا بيك شكرا السلام والشاهدين شكرا لكم اشكركم واشكركم فبعد الفاصل اشتركوا في القناة